رصيف لكل حزب سياسي وفصيل مسلح هذا هو وضع الموانئ في العراق وخاصة موانئ البصرة حيث تسيطر الموليشيات المسلحة والأحزاب السياسية على الموانئ وتفرض إتاوات على البضائع الواردة أو الصادرة كما تتلاعب الأحزاب والفصائل بالكمارك وعمليات وزن البواخر ونوع البضاعة وتفرض إتاوات على التجار وقد تجاوز هذا الفساد الخطوط الحمراء لدرجة أن كل رصيف من أرصفة الموانئ يكون باسم جهة سياسية أو جماعة مسلحة فنجد مثلا رصيفا لحزب الدعوة ورصيفا لحزب الفضيلة وآخر لميليشيا حزب الله وأرصفة أخرى تسيطر عليها فصائل ميليشيا العصاب أما مصير الأموال المسروقة فحدث بالأحرج فمعظمها يذهب لتمويل أعمال هذه الأحزاب والميليشيات ومشاريع تقوية نفوذها في العراق هذه الحقائق التي تحكم الأعمال في المرافع والمنافذ العراقية أكدتها تصريحات حكومية جاءت على لسان النائب وائل عبداللطيف الذي وصف ما يجري في أرصفة الموانئ في محافظة البصرة بتوزيع الغنائم حيث أن الأرصفة موزعة على الأحزاب وأجنحتها العسكرية المسلحة كما تسيطر الأحزاب على جميع المنافذ الحدودية كمنفذ صفوان مع الكويت أو الشلامجة مع إيران وغيرها من المنافذ النائب عبداللطيف ذهب أبعد في وصفه لسرقة الموانئ والمنافذ قائلا إن نسبة كبيرة من ثراء الأحزاب أتت من المنافذ الحدودية فالأموال التي تأتي من المنافذ في البصرة يذهب 25% منها إلى الأحزاب و25% إلى الدولة وتمتلك محافظة البصرة أكبر ثروة نفطية في العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وتعد المحافظة رئة البلاد الاقتصادية بفضل موقعها الجغرافي ومنافذها الحدودية السبع وبلغت قيمة صادرات العراق النفطية عام 2017 نحو 70 مليار دولار لكن أحدا من العراقيين عامة وأهل البصرة بشكل خاص لم يلمس تغيرا معيشيا نحو الأفضل بسبب سرقة هذه المليارات من قبل الأحزاب والميليشيات التي تسيطر على معظم المؤسسات الحكومية في البلاد ما دعا أهل البصرة للانتفاض على هذه الأحزاب والميليشيات والمطالبة بمحاسبتها وإبعادها عن المشهد العراقي